اعلنت الداخلية الاسبانية اعتقال زعيم انفصالي حركة ايتا شمال فرنسا مع اثنين اخرين من كبار متمرد الحركة واضحت اسبانيا ان القبض على زعيم ايتا تم خلال عملية اسبانية فرنسية مشتركة في نورماندي يشار الى ان منظمة ايتا تسعى منذ عام 1968 للانفصال عن اسبانيا واقامة دولة مستقلة في اقليم الباسك